موسيقى طيب الأوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدوها كالعادة بالعنوين من الصحافة الفرنسية هجوم المتمردين الحوثيين الأخير يهدد عملية السلام ومن بي بي سي إسرائيل تطالب سبع دول عربية بينها اليمن بمئتين وخمسين مليار دولار وفي الأخبار المنوعة حالة مرضية نادرة صينية لا تستطيع سماع أصوات الرجال أهلا بكم يوما بعد آخر يدخل اتفاق الحديدة مسار أكثر تعقيدا مع انهيار وقف إطلاق النار ومؤشرات عودة المواجهات العسكرية باتت متوقعة بين الطرفين في ظل انسداد آفاق الحل السياسي هذا المفتتح غير المتفائل هو بداية تقرير نشره أحد أكثر المواقع الأخبارية تحمسا لمشاورات السويد منذ الإعلان عنها وغطى معظم فعالياتها لكن الميدان يجبر الجميع على فقدان الحماس وعنون موقع المشاهد ناد اتفاق الحديدة أمام طريق مزدود وقال الموقع أن اللجنة المشتركة لتنسيق عادة الانتشار عقدت اجتماعها ثالث المناطق المحررة من مدينة الحديدة بحضور كبير أو بحضور كبير المراقبين الدوليين الجننار باتريك كاميرت لكن ممثلي الحوثي امتنعوا عن الحضور في مؤشر إضافي على فشل المساعي التي بذلها المبعوث الأممي لليمن مارتين جرفت في صنعاء والرياض مؤخرا مصادر عسكرية محلية أكدت للمشاهد استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار خصوصا من قبل جماعة الحوثين وقالت المصادر أن الحوثين استخدموا قذايف الهون في قصف محيط المقر المفترض لعقد اجتماع لجنة تنسيق عادة الانتشار قبل يومين وهو ما فهم أنه تعبير عن احتجاجها على حضور كاميرت الذي لم يستجب لتحفظاتها حول مكان العقاد الاجتماع وتأتي هذه التطورات بعد زيارة المبعوث الدولي مارتين جرفت إلى صنعاء ما يعني أن التعقيدات مستمرة أمام الفريق الدولي في تنفيذ الاتفاق وإلزام الأطراف السياسية بذلك تأخذ ميليشيات الحوث المواطنين من منازلهم وهم بكامل قوائهم الصحية وبعد فترة قصيرة في معتقلاتها تخرجهم جثة هامدة ولا يكاد يمر أسبوع دون ضحية جديدة وعنون موقع الصحوانات وفات مختطف تحت التعذيب في سجون الميليشيات الانقلابية بصنعاء وقال مصدر مقرب من أسرة المختطف علي جار الله العمري خمسة وخمسين عاما أن الضحية توفي تحت التعذيب في سجون الميليشي بصنعاء وبحسب المصدر فقد اتصل قياد حوثي بأسرة المختطف وطلب منهم الحضور إلى المستشفى العسكري وبعد وصول نجل المختطف وجد والده جثة هامدة في سرير المستشفى وقال الموقع أن الميليشيات اختطفت الشهيد العمري من نقطة رداع قبل نحو ستة أشهر وتم اقتياده إلى السجن المركز بصنعاء ومارست بحقه كل صنوف التعذيب وتواصل ميليشيات الحوثي ممارسة كل أشكال التعذيب الوحشي ضد المختطفين في سجونها في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أسوأ ما يحدث لليمنين تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا في أجزاء مقعد إن أسوأ ما يحدث لليمنيين ليس فقط الحرب بما تنطوي عليه من دمار وخراب مادي وتحتك النسيج الاجتماعي وضحايا آدميين ومعاناة وفقر وأمية وليس تدخلا عسكريا غير متدرب ولا أمين واجاد لمناصرة حكومة شرعية فاسدة ورديئة وبلا ضمير وأقل من مستوى التحدي التاريخي في مواجهة عصابة غاشمة بذهنية قروستية وعقيدة كهنوتية تمارس إرهابا حقيقيا لفرض إراداتها السياسية بل هو أن الشعب ممثلا بقيادته السياسية اضطر إلى التحالف مع السعودية والتي بدورها جلبت الإمارات كأكبر شريك عسكري فكانت العواقب السيئة أكبر من النتائج المتوخة كانت السعودية قد راكمت من العضوات الخفية في الغرب ومع شعوب المنطقة بحيث وجدت النخب السياسية والفكرية والإعلامية والمنظمات الدولية في قضية اليمن فرصة لتصفية الحسابات إلى الحد الذي طمرت هذه العضوات قضية عادلة واضحة هي حق اليمنيين في تقرير مصيرهم بنظام سياسي فيدرالي ورفضهم لانقلاب غاشم وجماعة قاتلة لا ترعوي وليس لديها وازع في استخدام قوت الناس وصحتهم كأداة حرب أما الإمارات فقد استخدمت ورقة الإرهاب لتغطي تدخلها وخضلانها لليمنيين من خلال محاربة العدو العقائدي لليمنيين والغرب أي القاعدة وما يتناسل منها من جماعات متطرفة باستخدام عدو اليمنيين كجماعة سلفية متشددة وجماعة انفصالية موتورة ووفرت لهما المال والسلاح والتدريب والوسائل الإعلامية ليس اتفاق الحديدة على سبيل المثال إلا ثمنا سعوديا صرف لإسكات حملات الأعلام عليها بسبب مقتل خاشقجي وهو اتفاق مميت لمعنويات المقاتلين ولقدرة الحكومة اليمنية على التصدي للمناورات الأممية أو لتفعيل الجبهات العسكرية وقد ربط اتفاق الحديدة بتعيز بدون أي ثمن أو مقابل إنساني أو استراتيجي تقف الحكومة الشرعية عاجزة عن التقدم أو ابتدار طريق جديد وستخضع لضغوط تلو الأخرى وتجد نفسها قد فرطت بالقضية الأساس التي تستمد منها شرعيتها استخدمت الطائرات المسيرة في الحروب مؤخرا بشكل كبير خاصة تلك الحروب التي تندلع داخل الدولة الواحدة مثل ما كان الحال مع داعش في كل من العراق وسوريا ثم لحقت اليمن بهذا النوع من الحروب وفقا لتقرير الموقع بوس المنشور بعنوان بمن فيهم الحوثيون المتطرفون حول العالم يستخدمون الطائرات المسيرة فإن داعش سجلت أول عملية قتل من خلال إطلاق تلك الطائرات في هجومها كما قام تنظم بإرسال طائرات دون طيار ذات استخدام واحد تم توجيهها نحو أهداف معينة وتفجيرها ونجحت في ذلك كما أصدرت المجموعة أيضا لقطات من طائرات دون طيار ثابتة الجناحين استخدمتها في معاركها كما أعلن حزب الله اللبناني امتلاكه تقنية الطائر الهجومية من دون طيار وكانت الطائرات بدون طيار مفيدة أيضا في دعاية داعش حيث تم استخدامها لتصوير هجمات القنابل التي يتم تفجيرها بواسطة السيارات بالإضافة إلى اللقطات التي تظهر بشكل كبير في إخراج الوصاية المتعددة عالية الجودة وتظل الطائرات بدون طيار تقنية حديثة وتوجد الدفاعات المناسبة لها لكن مدى ملاءمتها يختلف في المواقف المختلفة والشاحنات المليئة بالليزر والبنادق الآلية قد تكون منطقية أكثر في السياق العسكري قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الألافة من المتفجرات ستؤدي إلى تعريض حياة المدنيين في اليمن إلى خطر على مدى عقود وعنون موقع يمن منتر أطباء بلا حدود ألغام الحوثيين تحاصر المدنيين في اليمن وذكرت المنظمة في تقرير لها بعنوان الناس في اليمن محاصرون من ألغام أن جماعة الحوثي بهدف منع تقدم قوات الجيش اليمني في مدينة الحديدة شرعت في زرع آلاف الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بين طرقات والحقول في المنطقة وقالت المنظمة أن عمليات نزع الألغام التي يديرها الجيش بشكل شبه حصري تتركز على طرقات والبنى التحتية للسراتيجية ولا تولي اهتماما بالمناطق المدنية وبحسب المنظمة فقد خلفت الألغام أجيالا من المشوهين وتبعات لا تقف عند الأسر فحسب إنما تتعداها إلى المجتمع ككل حيث يرجح أن يصبح ضحاياها أناسا أكثر اعتمادا على المساعدة وأكثر عزلة كما أنها وفقا للمنظمة تجعل من زراعة الحقول وحصادها أمرا مستحيل مما يلحق أضرارا مادية مباشرة على أهالي المنطقة للناس فيما يعملون مقالب تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومن دوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفة تتداخل المقالب والمذاهب وتتقاطع المشارب في كل مسارات الحياة تتصادم المصالح كبيرها وصغيرها وكثير من المصائر تصنعها ألاعيب صغيرة قصة عمر بن العاص مع أبي موسى الأشعري لا تغادل الذاكرة العربية فقد تركت أخطر أثر في مسار التاريخ العربي لعبة أداتها خاتم صغير وليست كرة قدم أو مضرب اليوم تحوز كلمة المؤامرة مساحات واسعة في سطور الكتب والصحف أما المقالب الدامية مثل مذبحتين البرامك والمماليك فهما من محطات المقالب التأمرية الكبرى السياسة إذا خلت من المقالب والتخطيط والتدبير تكون مجرد أمنيات وخيالات شعرية أو تريهات رغبوية ساذجة المصالح هي ما يصنع تدافع الناس كي لا تفسد الأرض المؤامرات تقنية سياسية تسود في المجتمعات التي تفتقد قواعد اللعبة السياسية كما يقولون ولكن حتى المجتمعات التي تسود بها الديمقراطية لا تخلو من خبطات المقالب النوعية موتسي تونغ اخترع الثورة الثقافية للتخلص من رفاقه الذين تداولوا فيما بينهم ضرورة مراجعة السياسات العامة الداخلية والخارجية وكان عنوان المقلب التحريف والانحراف عن الثورة الرفاق منهم من وجد نفسه في مصنع وآخر من ديوان الحزب إلى مزرعة في الريف أما السالين فهو فيلسوف الرأس واليد مقالبه من العيار فوق الثقيل القتل كان واجبات يومية بل لعبة كل ساعة وكثيرا ما تكون دون عنوان قالت الصحافة الفرنسية أن هجوم المتمردين الحوثيين على احتفال للجيش اليمني يعمل على إضعاف العملية السياسية التي بدأت في ديسمبر من قبل الأمم المتحدة قالت صحيفة لوبوان الفرنسية أن الهجوم استهدف قاعدة العاند الجوية في محافظة لحج وهي القاعدة الأكبر في اليمن والتي كان الجيش الأمريكي قد استخدمها مسبقا لتعقب جهادي القاعدة وتضيف الصحيفة كان من الممكن أن يسبب الهجوم ضربة قاسية لجيش الرئيس هادي فقد حضر الحفل رئيس الأركان ونائبه وقايد المنطقة العسكرية الرابعة وجاء الهجوم بعد يوم من دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين جريفت للأطراف المتصارعة بالتقدم الكبير في السلام بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر في السويد في حين أن 80% من السكان لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية تستعد إسرائيل لمطالبة سبع دول عربية بينها اليمن بمبالغ إجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين أجبروا على مغادرة تلك البلاد عقب قيام دولة إسرائيل عنونة شبكة البي بي سي البريطانية إسرائيل بصدد مطالبة سبع دول عربية وإيران ب250 مليار دولار وقال الموقع نقلا عن تقرير تلفزيوني إسرائيلي القول إنه تم الانتهاء من إعداد قائمة التعويضات المطلوبة من أول دولتين من الدول الثماني وأن إسرائيل بصدد طلب 35 مليار دولار تعويضات ليهود تونس و15 مليار دولار تعويضات ليهود ليبيا وعضف التقرير أن إسرائيل ستطالب بشكل إجمالي بأكثر من 250 مليار دولار من هاتين الدولتين إضافة إلى المغرب والعراق والسوريا ومصر واليمن وإيران وخلال الشهور الثمانية عشر الماضية كلفت الحكومة الإسرائيلة مؤسسة محاسبتية دولية بتقدير حجم الممتلكات والأصول التي أجبر اليهود على تركها وراءهم وتستعد الحكومة الإسرائيلية لوضع اللمسات النهائية على تلك المطالب تزامنا مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن مقترحات لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين البحث عن شغف القراءة تحت هذه العنوان كتبت رشا عمران مقالها في صحيفة العرب الجديد مضيفة في فقرات من المقال أعترف بأنني منذ عام 2011 لم أقرأ كتبا بمعدل نصف ساعة يوميا لم أقرأ خلال هذه السنوات ما كنت أقرأه في أشهر قليلة فقدت قدرة سابقة على التركيز الذي يجعل القارئ يستغرق بما بين يديه إلى حد أنه يصبح جزءا من عالم الكتاب هل السبب هو التقدم في السن؟ والاختبارات المضنية والمتلاحقة في الحياة الشخصية والعامة والتي استنفذت كل طاقة بحيث لم يعد هناك متسع لاكتشاف أي جديد أو الاستمتاع به في الكتب ثم تما يذهب إلى الأبد كلما تقدمنا في العمر مثلما الحياة ستذهب ذات يوم من غير رجعة كل ما يتعلق فيها ذاهب أيضا إلى غير رجعة ثم تما هو متعلق أيضا بما حصل لنا في بلادنا العربية عموما وسوريا خصوصا بعد 2011 فسقوط المدوي والكارثي لكل الأحلام العربية بالتغيير السياسي والاجتماعي أدخلنا في مرحلة الفعل السلبي والحياد المستقر تجاه كل شيء الهزائم الكبرى التي منيت بها أحلام الربيع العربي ذلك كله حول فعل القراءة الذي هو ضروري للحياة كالتنفس كما يقول البارتو منغويل في كتابه العظيم تاريخ القراءة إلى فعل ترفي نلجأ إليه هربا من الواقع المزري ربما هناك متعة ما في الهروب لكنها سطحية لا تدخل إلى الروح قال لي أحد الأصدقاء حين أخبرته عن رغبتي في الدخول بتحدي ذاتي لقراءة كتابين في الأسبوع بدلا من قراءة الانتقائية القليلة المشكلة ليست فقط بنا نحن القراءة المشكلة أيضا أن ما يكتب حاليا لم يعد معنيا بتقديم متعة الروح نسمع في أحيان كثيرة عن حالات مرضية نادرة تصيب النساء والرجال على حد سوا إلا أن حالة الصينية شين الغريبة أثارت دهشة الكثيرين حيث عنونت صحيفة الشرق الأوسط حالة مرضية نادرة صينية لا تستطيع سماع أصوات الرجال قالت الصحيفة شخصة تشين بمرض نادر يتعلق بفقدان السمع حيث أنها لا تستطيع سماع صوت الرجال ويمكنها فقط سماع أصوات النساء وبحسب التقرير سيقضت تشين في يوم لتجد نفسها غير قادرة على سماع صوت صديق لها الأمر الذي دفعها للذهاب إلى المستشفى على الفور وحاول الأطباء اكتشاف أعراضها الغريبة حيث أشارت الدكتورة لين تشاو تشين التي عالجت تشين أنها كانت قادرة على سماع كل كلمة تصدر من أي امرأة لأنها عجزت عن سماع أصوات الرجال ويعتقد أن الحالة لا تؤثر إلا على واحد فقط فيما يقرب من ثلاثة عشر ألف مريض يعانون من مشاكل في السمع وقامت تشين بتشخيص تشين المريضة بفقدان السمع منخفض التردد ما يجعلها قادرة على سماع الترددات العالية فقط أي للرجال وأوضح لطباء أنه من المحتمل أن يكون التوتر قد ساهم في وصول تشين لهذه الحالة وتفيد التقارير أن تشين كانت تعاني من الطنين في أذنها في الليلة التي سبقت فقدانها القدرة على سماع أصوات الرجال في جولتنا المصورة لهذا اليوم تنشر صحيفة الڭارديان صورا متنوعة من حيث مضمونها والمشاعر المتناقضة فيها نتابعها اشتركوا في القناة ماذا تقول لنا الرشة اليوم؟ هذا من أعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحاف نتابع ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسومات الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشف الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر